في فضيحة جديدة تكشف حجم الفساد المستشري بعمليات بيع العملة كشف ديوان الرقابة المالية عن احتلاس أكثر من 600 مليون دولار خلال نحو 6 أشهر فقط من عام 2023 وتحت مسمى بيع الدولار للمسافرين إلى خارج العراق وثائق تداولة وسائل إعلام أظهرت مخالفات جسيمة من بينها قيام ما يزيد على 151 ألف مواطن بالحصول على الدولار الأمريكي بسعر الدولة الرسمي الذي يتسلمه من المصارف والبالغ 1300 دينار للدولار الواحد لأغراض السفر قبل أن يتضح أنه لم يغادر البلاد وتوجه نحو بيعه في السوق الموازية السوداء والبالغ نحو 1500 دينار للدولار الواحد لتحقيق أرباح بسبب فارق السعر كما يشير ديوان الرقابة إلى أنه تم إدراج العديد من الرموز غير الدقيقة أو المفهومة في حقل رقم جواز السفر لبعض أسماء المسافرين على الرغم من كون رقم الجواز يمثل محددا أساسا لإتمام عملية بيع الدولار النقدي كما يلفت الديوان إلى قيام بعض موظفي البنك المركزي بتكرار شراء الدولار لأغراض السفر لمرتين خلال نفس الشهر تلاعب وتزوير لم يكن ليجري لولا تورط عدد من المصارف بعملية الاختلاس هذا والتي تتم وفق مراقبين بالتفاهم مع المواطن العراقي الذي يمنح جوازه للمصرف بمبلغ زهيد مقابل حصول المصرف على ثلاثة ألاف دولار بسعر البنك المركزي لتكون نسبة الأرباع خمسمائة ألف دينار لكل جواز فضيحة تكشفت بعد يوم من عودة السودان من واشنطن حيث كان ملف العقوبات الأمريكية على المصارف العراقية أحد أبرز المواضيع التي تم مناقشتها هناك والتي تعهد فيها السوداني أمام مسؤولي الخزانة الأمريكية بوقف عمليات تهريب وغسيل الأموال